السلام عليكم معكم الرجاء من قلات قراءة فانز إذن الرجاء الرياضي يستعيد صدارة البطولة المغربية بعدما حقق انتصار في اللقاء موتير على الجيش الملكي بثلاث أهداف لهدفين صراحة من أجمل اللقاءات اللي جاهدنا في البطولة المغربية في الآوينة الأخيرة إقاع مرتفع أهداف كثيرة الرجاء الرياضي والجيش الملكي يستحقوا الإشادة والتقدير على الطابق الكوراوي الأكثر من رائع اللي قدموهنا اليوم الرجاء الرياضي استفاد من تعطر الويداد الرياضي الذي اكتفى بتعادل خارج الميدان ضد الفتح الرياضي في لقاء صراحة المستوى دي وكان متوسط في حلقة دي اليوم إن شاء الله سوف تحدثوا على اللقاءين كيف تمكن الرجاء الرياضي في الضقائق الآخرة من تحقيق الانتصار مهم واستعادة الصدارة مؤقتا مع العلم على أن الويداد عنده لقاء مؤجل وأيضا سوف تحدثوا على اللقاء دي الويداد الرياضي والفتح الرياضي وشنو هو؟ يعني السبب في المستوى الجد متوسط اللي شاهدنا في اللقاء أنتم أيضا كما أول عادة شاركوا معنا بالأراء دي للكم بتعليقات دي للكم بتحليلات دي للكم إلا ما تحددش على شيء نقطة خليوا في تعليقاتكم ونتناقشوا بينتنا كما أول عادة بشكل ودي إلا عجبتكم الحلقة ما تنسوا جدعمونا بلايك بارتاجيو الحلقة بالنسبة لك يشاهدنا أول مرة تسجيل في قناة دي لنا فعل جرس تنبيات بيش وأيضا ما تنسوا جديد أول بأول وأيضا ما تنسوا جدعمونا على الفيسبوك غير نخلي للكم اللينك في أول تعليق متبت ندخلوه في تفاصيل الحلقة أول لقاء أغاني تحدث عليه لقاء القمة لجمع ما بين الفتح الرباطي والويدات الرياضي وانتهى بأسوأ نتيجة في كورة القدم التعادل السلبي السفر لمدله يعني اللقاء صراحة لم يرقى لمستوى التطلعات الويدات الرياضي كان مطالب بتحقيق الانتصار باش يحافظ على الصدارة والفتح الرباطي أيضا كان مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية يعني باش يكمل في المصار الجيد ليحققه في اللقاءات الآخرة ولكن كيف ما قلت اللقاء صراحة كان محبط من حيث المستوى إقاع بطئ جدا فرص قليلة التدخلات القوية من الجانبين يعني الصافرة دي الحاكم كتر اسمعناها كتر ما مشفنا فرص يعني كتشوف اللقاء بحل فريقين بجوج رادين بنتيجة التعادل وبغيت نتحدث على واحد نقطة مهمة جدا نحن نقترب يعني من نهاية الموسم الويدات الرياضي كيلعب في العديد من الواجهات يعني الويدات الرياضي إذا ما أراد المنافسة في دوري أبطال إفراقية وإذا ما أراد أنه يكمل في المسابقات الأخرى يجب أن تكون مبدأ المداورة يعني مبدأ المداورة مهم جدا لما كنشوفه الزاد البشري اللي كيتوفر عليه الويدات عنده لاعبين صراحة في المستوى 20-22 لاعب ولكن لما كنشوفه التشكيل اللي كيعتمد عليه المدرب البنزرتي تقريبا عنده 14 لاعب واحدة دائرة مغلقة هما اللي كيعتمد عليهم وممكن شهد اللاعبين تلعبهم ثلاثة دي اللقاءات كل أسبوع ضروري غايتصابوا بالإرهاق يعني والشيء اللي لاحظناه اليوم تقريبا اللاعبين دي الويدات داخل أرضية الملعب ما خلقوش فورس كتيرة ما قادينش يمشيوا اللياقة البدنية كان عنده واحدة دور كبير كيف ما قلت صراحة لقاء من حيث المستوى كان لقاء جد متوسط وتنظن على أن المدرب التونسي خصو يرد باله لهذه المسألة هذه لأن نهاية الموسم كتعتبر مهمة جدا لغاية الآن حتى شي فارق مضمن حتى شي حاجة حتى شي فارق ما فاز بالتلقب وتنتمنى على أن المدرب البنزارتي ما يضيعش لمجهود دي الفارق خصوصا في دوري أبطال إفراقية حنا عوالين بزاف على الويدات على أنه يمشي إن شاء الله الأبعد نقطة ويتتوج بدوري أبطال إفراقية لأن الويداتات السنة صراحة عنده الإمكانيات البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية وكل شيء متوفر أيضا لما كنشوفوا الطريق دياله لللقب كان طريق كما كنقولوا يعني ما شيدك الطريق الصعب ولا ذلك الطريق المستحيل كل أمور مهيئة للويدات ولكن خصوص المدري يعرف يجري اللاعبين خصوص المدري يعرف يتعامل مع اللقاءات خصوص المدري يتقف اللاعبين الشباب يعطيهم فرصة مبدأ المداورة غيكون عنده واحدة أهمية كبيرة لقاء صراحة ما غنت حدستوش فيه على أشيء الكثير كيف ما قد لقاء كان جدا متوسط من حيث المستوى الفتح الرباطي يعني يواصل الاستفاقة في الأويناء الآخرة تعتبر نتيجة إيجابية بحكم لأنه العبد الضع الويدات الرياضي متصدر على البطولة الويدات الرياضي تعادل بطعم الهزيمة بحكم لأنه يعطى فرصة للرجاع الرياضي لتمكن من تحقيق انتصار على الجيش الملكي والنقيدات على الصدارة الآن كل الضغط أصبح على الويدات الرياضي وسيكون مطالب فيما هو قادم من اللقاءات بتحقيق نتائج إيجابية إذا ما أراد العودة لصدارة البطولة أيضا الويدات ناخده بعين الاعتبار على أنه عنده لقاء مؤجل هو لعب لقاء أقل من الرجاع الرياضي لقاء دي الويدات والفتح انتهى بالتعادل السلبي سيفر لمثله نمر للقاء الآخر لجمع بابين الجيش الملكي والرجاع الرياضي أو الرجاع والجيش بحكم على الأمن الرجاع والاستقبل وصراحة نقيد ما شاهدناه في لقاء الويدات والفتح لقاء جميل بكل ما تحمل الكلمة معنا اللقاء ممتع كما نقوله باللغة العامية ما سخيناش على أن اللقاء يتسال خمسة دي اللقاءات تدخلات القوية اللقاء مرتفع كل شيء شاهدناه في اللقاء ضربات جزاء أخطأ دي الحراس وهذه ما اللقاءات اللي كان بغيون شاهده في البطولة المغربية وهذه المسألة ليست غريبة دائما كلاسيكو اللي يجمع ما بين الجيش والرجاع الرياضي دائما هذه اللقاءات المتعة فيها منضمونا الرجاع الرياضي يمكنني نقول أيضا المدري بلسعد الشابي ينتقم للهزيمة في كعس العرش اللي كان لحقا بها الجيش الملكي وكيتمكن اليوم من تحقيق الانتصار في الدقائق الآخرة بثلاث أهداف لهدفين الرجاع الرياضي في الآوين الآخرة والدقائق الآخرة دائما كيدر فيها الفارق وهذه المسألة اندلت على شيء تدل على أن اللاعبين كيبقوا مركزين مزيان داخل الأرضية تدل على أن اللاعبين عندهم الحافز عندهم القتالية أيضا المدري بلسعد الشابي يعني في لقاء اليوم لاحظنا على أنه مرتاح شواقف دائما كيتحدث مع اللاعبين ونفس الشيء ينطبق على المدري بلسعد الملكي إذا بغينا نتحدثه على اللقاء يمكننا نقسموه قسمي الشوط الأول المستوى كان لبعسه به ما كانش فرص كثيرة يعني الجيش الملكي استغل خطأ للحارس زنيتي يعني شكرنا في الحارس زنيتي فيما هو سابق من اللقاءات قلت على أن زنيتي قدم عرض خرافية ولكن لم يكن موفق ونفس الشيء ينطبق على الحارس الكريت للجيش الملكي اللي يرتاقب أخطاء كثيرة في لقاء اليوم يعني الحارس زنيتي الهدف الأول يعني خروج خاطئ استغل له اللاعب حريمات ليعلن تقدم الجيش الملكي الرجاء الرياضي يعود بقوة ويستغل أيضا خطأ للحارس للجيش الملكي ويتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب مالونغو يعني اللاعب مالونغو يواصل تحطيم الأرقام القياسية اللاعب مالونغو يواصل تكسير الشباك يواصل تقديم المستوى الجيد تحددت بما فيه الكفاءة عن اللاعب وقلت على أنه يتعتبر من أفضل المهاجمين في إفراقيا الرجاء الرياضي في اللقاء اليوم أثار انتباهي اللاعب مذكور لعب مذكور قدم لقاء خرافي يعني في الجهة اليومناه طالع هابط طالع هابط ودائما انطلقت دياله سريعة وساهم يعني تنظر في الهدف الأول هو اللي اعطى الكورة لللعب تنظر اللاعب رحيمي مهم صحولي الخطأ ديالي يعني اللاعب مذكور قدم لقاء أكتر من رائع وكان عنده واحد دور كبير في انتصار الرجاء الرياضي شوط الأول كيف مقودك لبقى سابه انتهى بالتعادل الإيجابي هدف الميتش شوط الثاني كان شوط أكتر من رائع عرفت جيل تلتة ديالهدف الرجاء الرياضي في شوط الثاني كان هو الفريق الأفضل داخل رقعة الملعب اللاعب ميتولي واللاعب الحافظي كان عندهم واحد دور كبير اللاعب الحافظي في وسط الميدان بالتمريرات دياله بالمراوغات دياله تحكم في وسط الميدان واللاعب ميتولي لاحظنا على أنه متولي يتبت على أنه سن أو العمر مجرد رقم صراحة قدم لقاء في المستوى الرجاء الرياضي ترجم السيطرة دياله في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف عن طريق اللاعب الرحيمي الرحيمي صراحة اللاعب ذاك يرجع المستوى دياله كان عنده واحد دور كبير استاد ركل الجزاء وسجل الهدف للراجاء اللاعب الرحيمي صراحة انتمنى على أنه يكمل في نفس المستويات وانتمنى على أنه نشوفه يأخذ فرصة مع المنتخب الوطني الأول الرجاء الرياضي سجل الهدف الثاني ولكن يعني من وجهة نظري الشخصية نقطة التحول في اللقاء تغييرات اللقاء بياء المدرب خروج رحيمي وعفوان خروج اللاعب متولي وخروج الحافظي قلل من المستوى ديال الرجاء الرياضي وعطى فرصة للجيش الملاكي اللي بدك يتحكم في إيقاع اللقاء دخول اللاعب فاتي أنعش الجيش الملاكي اللاعب فاتي يقدم تمريرة حريرية لللاعب الريضة سليم بحارس زنيتي كيرتعكب خطأ ضرب الجزاء يعني زنيتي اليوم درجة أخطاء خطأ ديال الهدف وضرب الجزاء هذه المسألة تعتبر عادية في كرة القدم زنيتي مقدر راجع في العديد من اللقاءات ويعني كيفما قلت الأخطاء واردة في كرة القدم اللاعب الريضة سليم ليقدم اللقاء في المستوى كيعدل النتيجة بهدفين مثل ما اللقاء موقفش حتلاكة والراجع الرياضي بعد ذلك لاحظنا على أنه بدأ كيقلب على الهدف الثالث اللاعب بن حليب كيحتل لمسا دياله تمريرة أكتر من رائعة كيضرب بها دفع ديال الجيش الملاكي وكي تمكن من استياد ضرب الجزاء اللاعب الرحيمي اللاعب بن حليب كي ترجم ضرب الجزاء وكي سجل الهدف الثالث في وقت قاتل ليعلين انتصار الرجع الرياضي واستعادة صدارة الترتيب الآن كيفما قلت تغطي كله سيتحول الويداد الرياضي اللي غيكون مطالب بالعودة وتصحيح الأمور إذا ما أراد استعادة صدارة في لقاء آخر المغرب تيطواني يواصل تقديم العروض القوية ويحقق انتصار في الدقائق الأخيرة على حسنية أقدير بهدفه لهدف واحد وكي تمكن من تسلق الترتيب والاقتراب أكثر وأكثر من فرق المقدمة المغرب تيطواني صراحة في الآوينة الأخيرة كي يقدم مستوى خرافي بكل ما تحمل الكلمة من نوعنا مولودية وجدة أيضا يحقق انتصار في الدقائق الأخيرة على الشباب المحمدية بثلاث أهداف لهدفين مولودية وجدة كالذكروا هذا الفريق كان يقبع في المركز الأخير والآن الفريق أقرب وأقرب من فرق الصدارة مولودية وجدة بقيادة آدم النفاتي صراحة كيقدم مستوى أكثر من رائع يمكن لي نقول على أن آدم النفاتي يشكل 50-60% من قوة الفريق وقلتها من قبل أقولها أعيد وأكررها آدم النفاتي يستحق فرصة في المنتخب تيحات طنجا أيضا يواصل تقديم العروض القوية ويحقق انتصار خارج الميدان ويواصل تسلق الترتيب وأولمبيك آسفي أيضا حقق انتصار على المغرب الفاسي بهدفين لهدف واحد أولمبيك آسفي أيضا يواصل تقديم المستويات الجيدة والمغرب الفاسي صراحة مستوى جد محبط المغرب الفاسي يقترب أكثر وأكثر من منطقة الخطر يجب على المسؤولين في المغرب الفاسي التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن صراحة الفريق اللي يكمل بنفس المستوى سيهبط للقسم الوطني التام كان هذا كل ما يخص حلقات اليوم إذا أعزبتكم الحلقة ما تنسوش دعمونا بلايك بارتاجي والحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرات تشجيف قناة دينا فعلى جرس تنبيهات بسيطة الجديد أول بأول وليبغا يشترك في صفحة دينا على فيسبوك غير خلي لكم اللينك في أول تعليق متبت كان معكم الرجل من قناة قرافات السلام عليكم